اشتركوا في القناة 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 مهما كان نوعها مش بتعمل مش بتعمل ايه يعني مش بتطحنه مكويس قوي فبصوا هو ده شكله بعض مطفرة مكويس بس طبعا مش يعني اح مش عايزين نقومه كده هوريكو دلوقتي احنا هنعمل في ايه احط دلوقتي معلقتين كبار مليانين نشا وربع كباية زيت زيت نباتي عادي خالص وكمان عند كباية مية انا ركنها كده على جنب عشان هنعوزها دلوقتي مش كلها هبدأ دلوقتي ادعك الحاجات دي مع بعض عشان هدخل النشا في البرغل اللي عندي والبصل والبطاطس انا بحاول اعجنهم مع بعض كويس قوي كباية المية اللي عندي دي انا هحط منها معلقة معلقة والمية اللي عندي مش دافية ولا حاجة مية بردة هم هناك عندهم مطحنة كده بيتحانوا فيها البرغل علشان يحصلوا على الكوبيبة النعمة خالص المفروض ان هي بتكون عجينة نعمة جدا فعلشان تكون عجينة نعمة انا جبت المفرمة مفرمة اللحمة لو عندك اي نوع مفرمة كهرباء او عادية مفيش مشكلة هتحطي بقى البرغل بتاعك من فوق وتبدأي بقى تفرمي فيه ناعم قوي وبتفرم حوالي 3 و 6 ممكن من الاول خالص تعمل المرحلة دي وتعدي مرحلة الكبا اللي انت شفتها معايا من شوية يعني ممكن من الاول خالص تحط البصلة هنا والبطاطس متقطعين صغير وكمان عليهم البرغل اللي كان منقوع وتفرميهم كده من الاول في دي زي ما انت شايفه شكله عامل ازاي لازم يبقى قوامه كده علشان يبقى ناعم معايا خالص شبه العجينة بالزبط لو خشن بقى معاكي ولو انت كسلت تعمل الخطوة دي ان انت تفرمي كذا مرة ثلاث مرات مش بيبقى معاكي حلو جدا ولا مزبوط خالص والوصفة بتبوز منك تماما بعد ما فرمته ثلاث وشاش ريحته في التلاجة شوية صغيرين المفروض ان انت بتريحيه ساعتين وبعد كده تبدأي تجيبي بقى شوية زيت كده حوالي 3-4 معالي واللحمة المفرومة اللي عندي اللي هي تعتبر بردت وهبدأ اعمل بقى الكبه اللي عندي طبعا انا مش محترفة خالص زيهم هما بيعملوها بشكل حلو قوي انا بس بعمل فتحة كده فيها زي الكورة وهبدأ احشيها من جوة بكمية لحمة مفرومة وبيحطوا طبعا على اللحمة المفرومة دي مكسرات لو عندك عين جمل حط عليها لو مش عندك طبعا هي النهاردة طريقة اقتصادية خالص يعني البرغل اللي عندي مش متضاف عليه لحمة ولا اي حاجة فعشان كده دي طريقة ممكن اي حد ممكن يعملها عادي يعني موفرة هبدأ بعملها زي الحلزونة انا مش بحب بعملها مدببة من النحيتين لان هي بالنسبة لي شكلها كده بيبقى احلى مسحة الصناية اللي عندي دي مسحة زيت بسيطة وهبدأ اروس الكبة اللي عندي دي كلها جنب بعضها او الكوبيبة زي موريتكو الطريقة الاولانية الطريقة سهلة برضو والطريقة التانية دي سهلة ان انت تجيبي كوباية وتحط فيها كيس وتدهني زيت من جوة كوباية او فنجان يعني المهم يكون واسعة كده من فوق شوية وتحط فيها كورة من البرغل اللي عندي المطحوم كويس قوي وهبدأ بقى اضغط عليه كده وعمل فيه فتحة كده من النص لو ريحتيه عندي كويس في التلاجة مدة ساعتين في التلاجة مش في الفريزر هتلاقي تشكيله معاكي بقى اسهل بس انا طبعا كنت مستعجلة وعايز اخلص فريحته حوالي ربع ساعة يعني مريحتوش كتير هبدأ احشيها بقى وتشوفت معايا آآ هتتعامل ازاي هقفل الكيس بقى بالشكل ده هطلعها يعني من الكوباية واضغط عليها بوسيط كده من فوق وبعد كده هفتح الكيس واطلعها وعلى فكرة ممكن تعملوها باي شكل تاني هما بيعملوها هناك كبه دبابة بس طبعا الكبه دبابة دي هما بيشوها ممكن تعمليها كبه في الصينية آآ هي لها كزا طريقا ان شاء الله هنبقى نعمل الطرق التانية بتاعتهم كلها طرق جميلة جدا وطعمها حلو قوي وكمان هنعمل الكوبيبة آآ الاصلية دي الكوبيبة الاقتصادية وبعد بقى ما عملتها كده كلها برياحة برضو في التلاجة حوالي نص ساعة الكمية اللي عندي ما شاء الله حلوة يعني وشكلها حلو قوي هتجيب بقى الطوصة بعد بريحتهم هبدأ بقى حمرهم هتشوف شكلهم عامل ازاي وكمان راحتهم وطعمهم حلو قوي الزيت اللي عندي المفروض في الاول بيكون سخنة قوي واول ما تبدأي تحطي الكوبيبة بتاعتك بتخلي النار متوسطة خالص علشان ما تخطش منك لون بسرعة وبس كده طبعا بقلبهم بسيط وآآ ممكن طبعا تحمريهم كده تحط عليهم زيت من فوق بيبقى أسهل عليك جدا يعني تتحطيهم كده وتبدأي بقى تاختي من الزيت السخنة وتحط على الجسم بتاعهم وبعد كده تقليبيهم ده بيبقى أسهلك قوي لان العجنة بتاعت البرجل دي بتبقى ملزقة جدا وبتيجي تقليبيها ممكن شكلها يبوز معاك هحمرهم بقى من كل الجوانب وكده الكوبيبة بتاعتي خلاص بقت جهزة بتتاكل بقى سخنة بتبقى طعمها حلو قوي حتى لو بردت بيبقى طعمها حلو جدا محشية بقى من جوة بجد لزيزة إن شاء الله تجربوها وتعجبكم يارب الفيديو النهاردة يكون عجبكم وانتظروني الفيديو جديد وتنسوش اللايك ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر